بروى العقارية المطور العقاري الأكبر في قطر تخرج على مساهمها بأرباح استثنائية تجاوزت ألفاً في المئة بنهاية الربع الأول مقارنة بمثله من العام 2014 لتناهز الثلاث مليارات ومائتي مليون ريال قطري منها مليارين وسبعمائة مليون ريال نتيجة بيع قطعة أرض في منطقة مسمير جنوب الدوحة وثلاثمائة مليون ريال إعادة تقييم أصول عقارية وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ريال أرباحاً تشغيلية جاءت أقل بنحو ستة عشر في المئة عما كانت عليه خلال الفترة المنظرة من العام الفائت وتشير البيانات المالية الربعية لأكبر مطور عقاري في قطر إلى تقلص موجودة الشركة إلى تسعة وعشرين مليار وثلاثمائة مليون ريال بعد أن نهزت أربعة وخمسين مليار ريال قطري في العام الفين وثلاثة عشر بفعل بيع الشركة لعدد من أصولها العقارية لصالح شريكها الاستراتيجي الديار القطرية بقيمة عشرين مليار ريال للتخلص من جزء من المديونية التي نهزت ستة وثلاثين مليار بذلك التاريخ وقبل أن تتقلص من جديد أي المديونية إلى ثمانية مليارات ريال بفعل التخارج من مشارع كبيرة عملت عليها الشركة لسنوات من بينها مشروع الشارع التجاري ومشروع بروسد وبروستي الشركة التي ذهبت إلى توزيعات نقدية متحفظة العام الفائت تمتلك في بند حقوق المساهمين أرباحا مدورة تقارب ثمانية مليارات ونصف المليار ريال ورأس مال لم يتخطى أربعة مليارات ريال قطرية وتستعد لإطلاق استراتيجية عمل تتضمن خططا وبرامج توسعية واستكمال إعادة الهيكلة الإدارية والمالية وتعظيم الأرباح التشغيلية على حساب غير المكررة وإعادة التقييم التي تزين بيانتها المالية منذ أعوام